بالنسبة لي سؤالي التاني ان والدتك قعدة باختها واختها لم يكن لها اولاد فهي عندها جلطة وهي بتخدمها لكن هي بتشتمها ساعات بتشد عليها والدتك بتعمل عمل كبير وحتاخد ثواب عليه من الله سبحانه وتعالى عظيم لان خير الناس ينفعهم للناس فما بالنا باقرب الناس الينا زي مثلا بخدم اخ بخدم اخت بخدم زوج وبعدين لازم نبقى فاهمين انه مريض جلطة ده حسب كمان شدة الجلطة وحسب مكانها فين فبيأثر على الشخصية الانسان والانسان الجسم بيزعل على نفسه فيبقى فيه انواع من الاكتئاب بيمر بيها حالات صعبة كده شديدة فتبتدي تتصرف بطريقة غير لائقة انت تخديها على انها دي هي عايزة تشتمها وهي عايزة تضربها لا احنا بس تقول لها الكلام ده عشان ده يهديها هي مش اختك بتاعت قبلك ده بقت اخت تاني الشخصية بتاعتها تغيرك لا تعرضت لشيء ادى الى تغير الشخصية بتاعتها طب نعمل ايه نرجع للطبيب المعالج نقول له فيه عنف احيانا فيه عنف لفظي فيه كذا فيه كذا نعمل ايه فينصح الطبيب المتخصص بما يجب ان يكون ولا مانع لو شئتي انك تجي تريحي والدتك دي يوم عشان الولدة مجلهاش انهيار عصبي من كتر ما هي يعني بتخدم او حد من اللي بيساعد يجي يعد معاها يوم او اغلب النهار وهي تروح لها بالليل بحيث هي تاخد رقصة من الراحة شوية عشان تقدر انها تواصل معاها يا ايمان اتكلمي معاها في كل اللي انا اتكلمت معاك فيه ده وربنا يفتحها ليك وتصبر والدتك على خدمة اختها